السلام عليكم البنات السلام عليكم اشتركوا في القناة كما ترى اليوم سوف ندر معكم هذا العصر الحامض البلدي يأتي زوين و لا نعيش كله فيتامينات هنا يوجد الحامض البلدي الحامض البلدي في ماطاق زوين حسن من الحامض الرومي و فيتامين سي و فيها زوين الصحة يوجد تفاحات يوجد بانانات سوف ندر الحامض البلدي تبارك الله موجود و 5 درهم 5 درهم الكيلو حاولوا تستغلوا الوقت سيضغيه كي سهلي سوف ندر معكم الحامض سوف ندر معي طريقة بطريقة سهلة كما قلت لكم البنات حاولوا تستغلوا الوقت الحامض البلدي و هناك حامض البلدي علي نقص على طويل نبقى الحامضة لقد نقصت لكم للمون البلدي نقص بالنقص كذلك يسهل لي طريقة الحامض القشرة البيضة تحييض في هذا الطريق يجب أن تكون هناك القشرة البيضة مرة تحييض جلده الصفره و جلده البيضة لكي تحييض المرورة في العصير نقسم الحامضة على ثلاثة لكي تكون مخبئة الداخل نقسم حامضة ثلاثة قوتيت لكي تقوم بإقرار مخبئة سوف نقسم الحامضة على ثلاثة لكي تكون مخبئة لكي تقوم بإقرار مخبئة سوف نقسم منذ الزرع سوف نقسم هذا الطريق سهلة و أريد أن نشارك معكم نقسم الحامضة و سوف أعود نقيت التفاح والبانان والحام نقيت الزريعة كاملة نضيف الطحانة و نضيف الماء مع شنانة الماء تضيف الماء و نضيف الماء تضيف الماء مرحوا في علاج العصر و ينظر الماء نضيف الطحط سوف نطحن هذا الشيء جيد سوف نضيف الماء 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 سوف نشمر بانانو تفح اضافة بانانو تفح بانانو تفح بانانو تفح من المنزل نضع الغضاء نضع الغضاء برد أعطيه أصحابه هذا هو القوام لن يجب أن يكون خفيفاً العصير لا يجب أن يكون خفيفاً بحالة تجربة لن يجب أن يكون مضيفاً ويأتي في هذا المادة تفاح مع الحامد البلدي يجب أن يكون غزال أعطيه أصحابه لم يجب أن أشكركم بشكل كثير لن يجربونه سوف تجربونه لن تشكروني شكراً لك يجب أن يكون غزال لا تشبعوا منه يجب أن يكون غزال حمق سوف ترى حوثة معملة بر الروز في الفران سوف نشاركها معكم وقومت مع العصير الحامد والتفاح والبانان سوف تجربونه يجب أن يكون غزال حمق والصغل والحامد البلدي في السوق وفي فوائد كثيرة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر شكراً 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 شكراً